حصل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية رئيس حزب الوفد عبدالساند يماما على عشرين تسكية من أعضاء مجلس النواب ليكون بذلك قد حصل على النسب المنصوص عليها في القانون هذا وتكون تسكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج التي تعدوه الهيئة الوطنية للانتخابات ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح والشخصية العضو الذي يزكيه ولعضوياته في مجلس النواب وإقرارا بعدم سبق تسكيته لآخر ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إذات هذا التوقيع والبيانات الوردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب